في خانة الأرقام المخزنة على قائمة الاتصالات الدولية لتقريب المسافات السياسية يجد بايدن طريقه إلى العراق خارجاً عن صمته متحدثاً مع الكاظمي وهو أول اتصال برئيس عربي يجريه بايدن على رأس قائمة الأرقام في الهاتف الأمريكي العراقي عنوان يبطه مركز الروابط للأبحاث والدراسات الاستراتيجية ينتهي عنده الحديث المرتجف إنسح التعبير في سياقات الهجمات الفوضوية والتي تحاول لي ذراع الكاظمي وضرب مشروعه السياسي والاقتصادي الولايات المتحدة الأمريكية وضعت خيارتها للرد بما في ذلك الضرب داخل وخارج العراق لكن لم تتسلم أي أوامر جديدة وهنا القول الفصل الذي يتمحور حول حديث بايدن والكاظمي في توقيت طارئ نتيجة أحدث الأسبوع التي تعيد سيناريو الهجمات في العام الماضي دلالات اتصال بايدن جاءت بناء على احترام سياسة الكاظمية الداخلية والخارجية وحرص رئيس الحكومة على ترسيخ دولة سيادة القانون ومحاربة الفساد وضبط سلاح المنفى لترافضا تحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات لكن الهجمات الثلاثة الأخيرة التي استخدمت فيها سواريخ من طراز مئة وسبعة مليمتر والتي تعود لصنع إيراني تكشف عن حقيقة معلومات استخبارية أمريكية تكرار الهجمات الساروخية في المستقبل أما الأسباب فتعود وفق مسؤولين محليين وغربيين إلى أنها محاولة ضغط لإعادة مليارات إيران المجمدة والاتفاق النووي وهنا تكمن أهمية الاتصال الأمريكي العراقي باتفاق حول حماية البعثات ورفض محاولة زعزعة الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة ومحاربة تنظيم داعش لاستمرار المسير على جسور الحوار الاستراتيجي بمبدأ سيادة العراق